بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب لوحة جميلة ترسم مشهدا متكاملا الإنسان في هذه الدنيا كالفلاح عليه أن يزرع هنا ليحصد هناك والدنيا مزرعة الآخرة كما قال صلى الله عليه وآله حرث الآخرة فيه زيادة خير وبركة وحرث الدنيا فقط من دون الآخرة يؤتى صاحبه بعض ما في هذه الدنيا وليس كما هو الحال في الآخرة الأمر الثالث الذي نستفيده من هذه الآية هو اختيار الإنسان في هذا العالم ليحصل على جزائه في ذلك العالم والحمد لله رب العالم اشتركوا في القناة